موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو وان نايت ان مايامي فيلم وان نايت ان مايامي من الأفلام اللي موجودة بقوة في موسم الجوائز انبارح بس تم اختياره ضمن أفضل عشر أفلام في السنة في جوائز الـ AFI وهو فيلم من إنتاج أمازون برايم ومتاح للمشاهدة في العالم العربي بدون أي مشاكل أو تعائدات قصتنا كلها بتدور في ليلة واحدة وهي ليلة فوز محمد علي اللي ساعتها كان لسه بيحمل اسم كاسيس كلي ببطولة العالم في الوزن التيئيل للملاكمة بعد المباراة بيجتمع أربع أصدقاء للاحتفال والأربعة دول هم كاسيس كلي اللي لسه كسبان بطولة العالم ملكم أكس الحقوقي والمحاضر الإسلامي الشهير سام كوك أحد الأساطير الغنائية في تاريخ أمريكا وجيم براون أيقونة كرة القدم الأمريكية في الوقت ده وعلى مدار ليلة واحدة بنشوف الأربعة وهم بيتكلموا بيتكلموا عن تاريخهم بيتكلموا عن إنجازاتهم بيتكلموا عن مشاكلهم وبيتكلموا عن مجتمعهم المضطهد وكل واحد فيهم عمل ايه أمام الاضطهد ده والنقاش بينتج عنه خلاف وبينتج عنه صراع فيا ترى إيه اللي حيحصل زي ما قلنا سريعا في بداية الحلقة فيلم One Night in Miami فيلم مهم جدا والسؤال هو إيه اللي بيديله الأهمية دي أنا عن نفسي معرفش إيه اللي بيديله الأهمية دي وده مش هزارة على فكرة أنا فعلا معرفش الليلة اللي بنحكي عنها دي وإن كانت ليلة حقيقية ولكن اللقاء ده ما تمش ده لقاء من خيال الكاتب الأمريكي كام باورز كتبه في مصرحية سنة 2013 وبيتم اقتباسه دلوقتي فيلم هل الاربعة أصلا كانوا أصدقاء في الحقيقة؟ في بعض الدلائل والإشارات اللي بتقول إنهم فعلا كانوا أصدقاء ولكن مش لدرجة إن تنشأ ما بينهم مواجهة زي اللي شفناها في الفيلم طب تعالوا ناخد الدنيا لحاجة أبسط من كده شوية هو الفيلم بيدور عن إيه بالزبط؟ هو فيلم من أفلام الليلة الوحدة اللي أحداثه بتدور في أماكن محدودة جدا وأغلب الأحداث أصلا بتدور في قوضة واحدة ومركز الأحداث بتاعتنا هو اتهام من مالكم أكس للآخرين إنهم ما بيعملوش ما يكفي ما بيعملوش ما يكفي أمام الاضطهاد والصعوبات اللي بيقابلها المجتمع الأفريقي الأمريكي في الفترة دي وهي بكل تأكيد كانت فترة صعبة جدا والفيلم أجاد في تكسيدها بفاعلية لأن ما كانش عندنا عدد كبير من المشاهد وما كانش عندنا الوقت الكافي عشان نعكسها بس اختيار المواقف واختيار الجمل الحوارية وصل الفكرة بطريقة جيدة وبكل تأكيد الفيلم بتاعنا مش ممل ومش فوضوي ودول الحقيقة أكتر حاجتين أنا كنت خايف منهم بس زي ما يكون الفيلم كان فاهم إن مركز أحداثه وما يكفيش فيلم فعمل حاجات كتير قوي حواليه عشان يحافظ على الإيقاع وفي نفس الوقت حرص إن الحاجات ديت متاخدناش بعيد قوي عن مركز الموضوع لذلك ما بين كل أفلام الليلة الواحدة والمكان الواحد يمكن ده يكون أكتر فيلم خرج برا المكان الواحد ده خرج في بعض التسلسلات قبل المقابلة وأثناء المقابلة وبعد المقابلة وخرج في عدد معقول من الفلاشباكس وكل دي قرارات موفقة وحفظت على تماسك الفيلم وإثارة اهتمام المشاهد فيه ويمكن أكتر كمان لما نضيف إن اللقاء نفسه أحداثه ما كانتش مستوية فيها لحظات هدوء وفيها لحظات انفعال فيها كوميديا رغم إن الطابع العام جاد طبعا وأفضل لحظاتها على الإطلاق هي لحظات الصراع الثنائي واللي في الأغلب أحد أطرافه كان بيكون مالكوم أكس واللي في الأغلب برضو الطرف الثاني كان سام كوك والسبب هو الاتهام اللي اتكلمنا عنه فبشكل عام أنا ما بحاولش أقول إن الفيلم وحش أو فيه مشاكل كبيرة بس اللي أنا لسه مش قادر أفهمه هو ليه فيلم مهم على المستوى التاريخي المقابلة دي ما حصلتش والمواقف بتاعت كل شخصية من الشخصيات غير معلنة على مستوى الانعكاس مع الأحداث الحالية فالتشابه مش كبير آه طبعا الصراع لسه قائم والاتهاض لسه موجود والاتهام لسه قائم للشخصيات المؤثرة في المجتمع الأفريقي الأمريكي بإنهم ما بيعملوش ما يكفي وحرصهم الأول هو على مصلحتهم الشخصية ولو هي دي رسالة الفيلم فهي جيدة جدا وفي الصميم ولكن ده حيقضنا الاتهام آخر للفيلم بإن الرسالة دي غير مركزة والاحتمال الأقرب هو إني فهمتها غلط أصلا أو كانت تطبيشة غير موافقة مني وأنا لسه بحاول أجاوب على السؤال اللي مش عارف له إجابة هو ليه الفيلم ده مهم أهم أدوات التمييز التقني والفني في الفيلم ده في تقدير الشخصي هما الحوار والمونتاج والأداءات التمثيلية الحوار يعود ليه الفضل الأعظم في جاذبية الأحداث مش بس لأنه حوار مكتوب حلو لأ كمان هو مناسب جدا لما يمكن أن نتخيله عن طبيعة كل شخصية من دول ولما بقول كل شخصية من دول فأنا أقصد كنين هما الكنين اللي نعرفهم بشكل كويس في المجتمعات بتاعتنا محمد علي ومالكوم أكس وكتابة أي حوار من أي نوع لمالكوم أكس تحدي كبير لأنه كان بيتكلم بطريقة فريدة جدا وكان بيختار مفردات مميزة جدا سهل قوي نتصورها في خطاب ولكن صعب نتصور توظفها في حوار مع أصدقاء خصوصا كمان لما الحوار ده بيتحدى النقطة الفاصلة ما بين الحقيقة والإدعاء ودي نقطة تانية سهمت بشدة في تميز الفيلم وهي أن الأربع شخصيات بتوعنا مفيش بينهم ملايكة كلهم بيلقوا الاتهامات وكلهم بيستقبلوها برضو ده ساعد بشدة في أن الحوار يكون نشط أكتر وديناميكي أكتر ويكتسب قيمة إضافية من توثيق لشكل الحقبة دي تاريخيا في ظل النشاط الواضح لمنظمات المجتمع المدني في الفترة دي والصورة الجدلية لمنظمة أمة الإسلام اللي كان مالكوم أكس بينتملها حوار شيق وذكي ومثير للاهتمام ولكن حتى لو كان الفيلم كل حوار بالطبيعة دي كنا حنزهق لازم ننتقل ولازم نتحرك في المكان وفي الزمن وهنا تيجي قيمة المونتاج في فيلم وان نايت ميامي لأنه كان عنصر أساسي جدا في تنويع الإقاع خصوصا في مشهد أو اتنين اختلط فيهم الفلاش باك بالوقت الحالي مشهد منهم بالتحديد مالكوم أكس كان بيحكي فيه تجربته مع أحد الحفلات لسام كوك أعتقد أنه هو من أعظم إنجازات المونتاج السنادي والأداءات التمثيلية للأبطال الأربعة متميزة جدا ولو حقسمهم حسب استيعاب الشخصي فعاوز أقول أن الحوار كان ليه طرفين بينما العنصرين الآخرين كانوا بيثبتوا البصلة الطرف الأول في الحوار هو مالكوم أكس اللي جسده كينجزلي بن أدير والطرف الثاني هو سام كوك اللي جسده لازلي أودوم جونيور اللي اتنين أنا عن نفسي ما شفتهمش قبل كده ولكن يبدو إن كان ليهم نشاط كبير في المسلسلات بالتحديد وهم الأداءين الأفضل والألمع ولو لازم اختار منهم حقول إن بان أدير كان أفضل كمان أصلا إحنا لو عاوزين نقسم الفيلم بشوية عدلة حنقول إنه هو بطل الفيلم لأنه صاحب الصراع الرئيسي وهو الصراع الوحيد اللي ممكن فعلا توثيقه تاريخيا والتأكد من صحته أو يمكن نكون متحيزين له شوية لأنه تاني أكتر واحد إحنا عارفين قصته أكتر واحد إحنا عارفين قصته هو كاسي اسكلي طبعا اللي جسده إيلاي جوري وأداءه كان حلو وعملي وقريب جدا من الصورة اللي إحنا عارفينها لمحمد علي أما طرف البصلة التاني فهو جيم براون اللي جسده ألدس هوتش وألدس هوتش هو الممثل الوحيد ما بين الأربعة اللي أنا شفته قبل كده لأنه عمل دور كويس جدا في The Invisible Man ليه بقول على الكنين دول عناصر ضبط البصلة لأن الرسائل الهادية الحكيمة الحقيقية جات على لسانهم هم يمكن خلاصة الفيلم كلها جات على لسان جيم براون فممكن نقول إن إحنا في أغلب أحداث الفيلم كان عندنا طرفين بيتخنقوا وعندنا كنين كانوا بيستخلصوا الحكمة وأنا طبعا وبكل تأكيد هتحيز للخناقة One Night in Miami فيلم حلو ومش ممل ومش ممل دي عادة ما بتكونش من دواعي التكريم لأي فيلم بس في الفيلم ده بالتحديد أعتقد إنها كانت تحدي صعب لأن المقابلة بتاعتنا مش حقيقية ومواقف الشخصيات فيها مش معلنة وأعلى درجات الصراع مش حادة بالقدر الكافي ومع ذلك أنا استمتعت جدا بالفيلم وتواصلت جدا مع أحداثه بس بكل تأكيد ما يدخلش عندي أنا في قائمتي المتواضعة لأفضل عشر أفلام في السنة وبكل تأكيد لو قلت لي إن هو واحد من أهم أفلام السنة حقولك لسه مش فاهم ليه تقييمي لفيلم One Night in Miami هو سبعة ونص من عشرة وأعتقد إن إحنا في الفترة اللي جاية حيكون عندنا بعض الاهتمام بالأفلام المتوقع إن يكون لها تواجد في موسم الجوائز مناقشة الحلقة هل عندكم أفلام زي فيلم One Night in Miami كده بالنسبالي اللي هو فيلم تقريبا العالم كله حيتفق إنه مهم وإنتوا مش فاهمين ليه ياريت تساهموا بالأفلام دي في الكومنت ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو وباي باي اشتركوا في القناة